أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام لعدد جديد من حصة المشهد الجزائر تعيش أوضاعاً أمنية مقلقة على حدودها الجنوبية ودبلوماسيتها بقيادة وزير الخارجية رمطان العمامرة تبذل جهوداً معتبرة لتسوية النزاعات الخطيرة والإنفلات الأمن بدول الجوار جهود قد لا تحقق المأمول والمنشود ما لم تكن مسندة من طرف منظمات دولية وإقليمية فاعلة وحركة عدم الانحياز من الحركات التي تلعب فيها الجزائر دوراً فاعل النظر للمكانة التي تحظى بها بين الدول المنظوية تحت رايتها ولو أن الحركة لم تعد تحقق التأثير المطلوب على المستوى الدولي ولم تعد تساهم بشكل أو بآخر في توجيه مسار الأحداث والقضايا الدولية والجزائر أمام تحديات كبيرة على حدودها الجنوبية وأمام أوضاع جد خطيرة بدول الجوار أوضاع لعبت فيها دول الغربية دوراً في تأجيجها وتعفينها السؤال الأهم ماذا ستجني الجزائر من عودة حركة عدم الانحياز إلى السحة الدولية في ظل الظروف العصيبة التي تعرفها حدودها وفي ظل الإنفلات الأمن الخطير بليبيا ومالي والذي بات يشكل أولويات الدبلوماسية الجزائرية مشاهدين الكرام لمناقشة هذا الموضوع وإثراء النقاش يسعدني أن أصدف الدكتور مختار مزراق أستاذ العلوم السياسية والعلاقة الدولية مرحبا بك سيد كما يحضر كذلك معنا الأستاذ إبراهيم بولحيا رئيس اللجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة مرحبا بك أنا أستاذ مرحبا بك ويحضر معنا كذلك دكتور سعد عياشي رئيس اللجنة الوطنية للتضامن مع شعب صحراوي مرحبا بك دكتور مختار مزراق لو أبدأ بك النقاش كمدخل الجزائر احتلنت الندوة 17 لحركة عدم الانحياز في ظل هذه الظروف الإقليمية والدولية والعربية ماذا المأمول من هذه الحركة في ظل هذه الظروف راهينا الدكتور مختار مزراق كنت أتمنى لو كان هذا السؤال في نهاية هذه الحصة نعم نختم به هذا الحوار بالحديث عن آفاق الحركة وماذا تجنيه الجزائر من احتضانها لهذه الدورة السابع عشر لمجلس الوزراء نعم لكن لا بأس دعني أقول سنبدأ على المستوى الإقليمي والدولي وبعدها ندخل في تفاصيل من سبيل جسائر دعني أقول أن هذا اللقاء ينعقد في ظروف إقليمية ودولية متميزة نعم إقليميا الجوار مضطرب عالميا هناك بؤر توطر العالم اليوم لا يشبه العالم بالأمس بالأمس الفواعد في هذا العالم تغيرت والمستجد السنوات الأخيرة وبروز قوى صاعدة نعم يمكن أن يكون لها مكان تحت الشمس ويكون لها مكان مؤثر في المشهد الدولي نعم وهذا حسب رأيي قد يوفر فرصة أخرى لحركة عن المحياز للتحرك أكثر وللانبعات من جديد قد يوفر هامش لهذه الحركة للدفاع عن الكثير من القضايا التي لم تتمكن من الدفاع عنها في السنوات الماضية الحركة مسنودة بهذه القوى وفي مقدمتها الصين والهند وبريزيل وجنوب إفريقيا وقوى إقليمية أخرى كإيران قد يعتف فرصة لهذه الحركة للحضور أكثر في الساحة الدولية والمشاركة بأكثر فاعلية من السابق أن الحركة في السنوات الأخيرة حتى لا أقول في العقود الأخيرة روحت ما كانها بالغابة في كثير من الحالات عن الدور المؤثر الذي عهدنا بالحركة نحن تفضل دكتور أبراهيم أبو لحيا سيد أبراهيم أبو لحيا يعني الجزائر تحتضن الندوة أسبعتاش لحركة عدم الإحياز في ظل ظروف كما قال دكتور مختار مزرق في ظل ظروف دولية متميزة وفي ظل ظروف دولية ربما استثنائية كذلك سيد دكتور سيد أبراهيم أبو لحيا عقدت الندوة الجزائر في سنة 1973 وحتضنت حركة عدم الإحياز كذلك في ظل ظروف دولية ربما متميزة في ذلك الوقت يعني الظروف الدولية المتميزة في ذلك الوقت مع الظروف الدولية المتميزة في هذا الوقت ونعرف أن الجزائر في سنة 1973 لعبت دورا هاما في ربما توجيه مسار بعض الأحداث وتوجيه مسار وعطاء دور فاعل لحركة عدم الحياز هل الجزائر بإمكانها اليوم في ظل هذه الظروف سيد أبراهيم بولحيا أن تعطي ذلك الدور الذي كان لها في سنة 1973 شكرا بسم الله الرحمن الرحيم أولا سعيد بالاستضافة وسعيد أيضا بلقاء الدكتور مزرق مختار ودكتور سعيد حياشي أنا بكل صراحة أنا أتفق تماما مع ما جاء به الدكتور مختار وأقول بأن حركة عدم الحياز أعتقد كما أنا عرف كلنا هي فضاء سياسي يجمع العديد من دول الآن فيها 123 دولة تقريبا 23 دولة اللي رمع أعضاء في حركة عدم الحياز لعب الدور من الأدوار الأساسية والرئيسية في دعم شعوب والوقوف إلى جنبها خاصة في الزمن الذي كان الذي كان في هذه الشعوب تكافح من أجل استرجاع سيادتها الوطن هي كانت حركة العدم الحياز سياسي لعدم الحياز أعتقد باللعب الدور دور أساسي وكبير في هذه المنطقة وخاصة في ظل العالم كان يتميز بالسراع بين كتلتين أو بين قطبين أو بين نسميهم كما تحب ربما أنا أنتفق أيضا مع الدكتور مختار بأن بعد هذا الدور البارس للعبات هذه الحركة جاء وقت اللي ربما أفلت فيه هذه الحركة أو تقهقرت أو سمي كما تشاء مثلا ما تسميت لكن الآن العالم الذي نعيشه اليوم الصراعات الموجودة الآن خاصة على حدودنا الجنوبية وعلى في بعض مناطق من العالم قضية الفلسطينية ما زالت قضية الصحراوية ما زالت كثير من القضايا التي تشغل بال المنظومة الدولية أو المجتمع الدولي لازالت نعم وأعتقد بأن هذا الحركة لازال لها دور ودور فعال تستطيع أن تلعبه في العلاقات الدولية وفي إقامة نظام سياسي عالمي نعم تميز بالتوازن على الأقل وتجد هذه المجموعة مكانتها أعتقد أيضا بأن هذه لكن بالنسبة الجزائر سيدة لكن أعتقد أيضا كما قلت بالنسبة الجزائر أعتقد الجزائر استفادت من هذه الحركة كحركة التحرف مؤتمر باندونك نعم تنسى هذا الجزائر أيضا أفادت هذه الحركة ودعمت ووقفت لتقويم مسار هذه الحركة في 73 مؤتمر الرابع لدول عدم الحجاز الذي نعقد بالجزائر في نادي سانوبر وكان نعم ماذا ستستفيد الحركة سيد إبراهيم بلحيا كما استفادت في سنة 1973 أريد أن تعطينا ربط بين سنة 1973 و سنة 2014 لأن هذا لازم كيف استفادت الحركة هذه من ديناميك الجزائر ومموز ومكانة الجزائر في منظمة الدولية سنة 1973 لا تنسى بأن سنة 1974 كانت سنة مفصلية في حياة هذه الحركة عندما ترأس الرئيس أبو عزبوتفليقة فخمت رئيس الجمعية للأمم المتحدة في هذه الجمعية للأمم المتحدة وأنت تعرف بأن النظام العنصر يضطرد في هذه الحركة ومن طرف هذه الحركة الرئيس أبو عمار دخل إلى الأمم المتحدة وقال قولته الشيراء جئتكم بوصن الزيتون والبندقية في يدي ومسنود من طرف هذه الحركة الكثير من الأشياء أن الخطاب الشهير للرئيس الراحل هو ريو دين الذي نادى بإقامة نظام دولي جديد وحوار جنوب جنوب كان في هذه الحركة إذن الجزائر قدمت الكثير لهذه الحركة واستفادت أيضا في الوقت الحاضر أيضا في ظل انبعاثة دبلوماسية جزائرية من جديد واستعادة المكانة الدولية للجزائر كفاعل أساسي وإقليبي ورسمي في المنظومة الدولية وفي العلاقات الدولية تستطيع الحركة أن تستفيد من هذه المكانة التي تحتلها الجزائر بين الدول العالمين نعم دكتور سعيد عياشي أنت يعني كرئيس لجنة وطنية للتضامن مع الشعب الصحراوي كما قال الأستاذ إبراهيم بوليحيو أن من الأدوار أو المهام الرئيسية لحركة عدم الحياز هي دعم شعوب أو حركات التحرر شعوب التي لازلت أنه تحت يعني وطأ الاستعمار الشعب الصحراوي لازل أنه تحت وطأ الاستعمار المغربي هل يمكن للحركة كذلك أن تعطي دفعا لهذا للشعب أن تعطي دعما تعطي له سندا في طريقه وفي تحقيق هدفه المنشهود وهو تحقيق الاستقلال أنا أعتقادي أن روح الحركة حركة الدول عدم الانحياز في المتاق انتاحها الحركات التحررية هي في الدرجة الأولى ونعرف باللي أنا ذاك كما تفضل أستاذ إبراهيم دعمت الحركة في حداتها دعمت التورة الجزائرية ولكن حتى التورة الجزائرية جابت نفس جديد الحركة ودفعتها الأمام ودفعتها بعد كما ذكروا الزملاء في 73 و74 فيما يخص النظام وطبعا أنا من الناس اللي منشكش باللي متفائل في رجوع إلى الساحة للحركة بلدان العدم الانحياز أن في الأجندة تحت تكون تكميل الحركات التحررية عبر العالم وفي الدرجة الأولى الحركة الفلسطينية والحركة الصحراوية بدون شك أن المتاق لهذه البلدان يبقى يدافع على هذه النقطة الأساسية ولكن زيادا على هذا وأنت ذكرتها سيد رشيد في المدخل أن اليوم التحديات لأمام بلدان أو بلدان عدم الانحياز هي الحفاظ على السيادة الوطنية هي الحفاظ على استقلالية القرار السياسي الداخلي والجهوي وكذلك الحفاظ على الخلاقيات تعنا والأساسيات التقافية وبالتالي أمام هذه الحركة مشاكل أو حلول تتلقى حلول كثيرة للمشاكل التي نعيشها ولا فر من هذه الحالة لأن هيمانة الاقتصاد بصفة عامة ومع الاقتصاد بعد التقافة لبعض يحبوا يفرضوها علينا لابد نلقاه طريقنا في هذا المنخ الدكتورة المختارة مزرق أنت كمؤلف لكتاب حركة عدم الانحياز في العلاقات الدولية الذي صدر ببيروت سنة 1983 لو نذهب إلى صلب موضوع الحلقة وموضوع العدد وهو ماذا ستجني الجزائر من حركة عدم الانحياز في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها في ظل الانفذات الأمنية على حدودها وفي ظل هذا الاضطراب والانزلاق الأمني بدول جوار بمالي بالنيجر بليبيا وحتى بتونس سيد دكتور مختار مزرق أدعوك لمتابعة هذا التقرير الذي ربما يصب في نفس الإطار وفي نفس الصلب الموضوع الذي نناقشه حركة عدم الانحياز أي مصلحة للجزائر ونعود إلى النقاش لقد ارتبط تأسيس حركة عدم الانحياز بمرحلة الحرب الباردة والصراع بين المعسكرين الشرقي والغربي حيث ظهرت ككتلة وسطة تنأى بنفسها عن كل نزاع دولي وقد التزمت الحركة منذ إنشائها في خمسينيات القرن الماضي مبدأ الحياد وفي نفس الوقت الدفاع عن تطلعات الشعوب في الحرية وتقرير المصير وبذلت تحرر الوطنية للشعوب التي تئن تحت الاحتلال والسيطرة الأجنبية إلى جانب نبذ سياسة تمييز العنصري وقد تلاشى دور الحركة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وزوال القطبية العالمية ومعها الحرب الباردة وحاولت أن تناظل على جبهة أخرى لتحقيق أهداف أخرى وهي تعزيز دورها على الساحة الدولية حتى تصبح قوة هامة ومؤثرة ولكنها لم تحقق الأهداف المرجوة ولم تستطع أن تواكب التطورات الكبيرة التي عرفها العالم خاصة بعد ظهور تكتلات جديدة أثبتت نجاعتها في حل القضايا العالمية فيما فشلت حركة عدم الانحياز لعدة أسباب واعتبارات مما جعل البعض ينادي بإدخالها المتحف ومع اندلاع ما يسمى الربيع العربي وظهور خلاف حاد في معالجة المشاكل المترتبة عنه بين قطبين قدمين جديدين روسيا والصين من جهة والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا من جهة أخرى سيما ما تعلق بالأزمة السورية وتجل الخلاف بشكل واضح مع الأزمة الأوكرانية وزاد الخلاف إلى حد ظهور بوادر حرب باردة بين القطبين الأمر الذي أعاد الحديث عن حركة عدم الانحياز كحركة توازن بين المتنازعين ويبقى الأهم بالنسبة للجزائر ماذا تجني من عودة هذه الحركة إلى الصحة الدولية في ظل الظروف العصبة التي تعرفها حدودها وفي ظل الإنفلة الأمنية الخطير بليبيا ومالي والذي بات يشكل أولويات الدبلوماسية الجزائرية نعم عودة مجددة إلى نقاش الدكتور مختار مزرق السؤال الجوهري ماذا ستجني الجزائر في ظل الأوضاع الراهنة من حركة عدم الانحياز ستجني كثير نعم السبق الجزائر كان لها فضل على الحركة منذ نشأتها في مؤتمر باندونك مؤتمر باندونك نعم الجبهة جبهة تحرير وفي جبهة تحرير كان لعبا دورا لا يقل عن الدور التي لعبته بعض دول مؤسسة للحركة الأفراسيوية نعم لعب هذا الدور من خلال الاقتراحات التي تفضل بها تقدم بها وهنا استغل هذه الفرصة لأحيي المنادل والزعيم حسين أيتحمد الذي رأس الوف إلى جانب رفقا له محمد يزيد الأرحم و أخضر براهيم أخضر براهيم ومحمد يزيد محمد يزيد وآخر وآخر بقوة كما حضرت في بيلغراد واحد وستين كطرف مبادر وليس كحركة صليفة والهدف من حضورها كعضو مؤسس في بيلغراد هو إعطاء صفعة للمستعمر الفرنسي وحضور الجزائر كعضو مؤسس إلى جانب 24 دولة أخرى من القارتين الإفريقية والأسيوية عجلة باستقلال الجزائر فجزائر لها فضل على الحركة وللحركة فضل على الجزائر نعم أن نطرح السؤال ماذا تجنيه الجزائر من لقاء لقاء المرتقب الذي ينعقد الآن الجزائر حتما الجزائر ستجني كثير بلعبها لدور للحفاظ على هذه الحركة كفاعل في الساحة الدولية وكمؤثر لتجنيب البشرية الوقوع في أزمات أخرى في حروب أخرى وهنا دعني أقول بأن الحركة إذا أردنا أن نقيم نشاطها فيمكن القول أنها مرت بعصر دهبي من مؤتمر بيلغراد 61 إلى غاية مؤتمر هابانا 79 الحركة حققت إنجازات كبرى حققت إنجازات في مجال تصفية الاستعمار ودعم حركة التحرر يكفي أنه لم يبقى من الدول لو الشعب المستعمر إلا الشعب الفلسطيني الشعب السحراوي نعم وحققت أيضا في مجال تعايش السلمي وتقريب وجهات النظر فيما بين الكتلتين الغربية والشرقية وجنبت العالم فضل ناحية اسمحني في هذه النقطة بالذات أن تحت ضغط حركة عدم الانحياز ضمن الجمعية العامة للأمم المتحدة فطلعت بلائحة لائحة 15-14 في 14 ديسمبر 1967 لرزخة تقرير المسير كحل لكل الشعوب المستعمرة وهذا خدم كمجسي وبترسيخها لذلك استقلت ما لا يقل عن 20 دولة إفريقية نعم 17 دول أسست لمنظمة الوحدة الإفريقية نعم الجزير لها دور متميز في حركة عدم الحياز وشكلت محطة تاريخية في تاريخ هذه الحركة في انعقاد المؤثم الرابع للحركة مثل ما تفضل الأخي وصديقي أستاذ إبراهيم بولحيا الجزير في سبتمبر 73 والجزير هي التي طالبت باستخدام النفط كسلاح للعرب في معركتهم مع إسرائيل نعم وهنا أيضا للتاريخ أن الملك فيصل الوطني لعب دورا كبيرا في سند الجزير في هذا الموقع في هذا اختراع واستخدم النفط سلاحا في المعركة وترتبت عنه أزمة 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 الطاقة في العالم مما دفع أمريكا وحلفائها للتآمر على الجزير بإنشائهم للوكالة الدولية للطاقة والبحث عن بديل للنفط الأمر الذي عجل بحركة المحياز وفي مقدمتها الجزير لطرح ما يسمى حوار شمال جنوب والمطالبة بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد أكثر عدلا وإنصاف بالنسبة الجزير استفادت وأعفادت الحركة الآن ماذا استفيد الجزير من عقاد هذه الندوة أنا أتكلم في ذل الظروف الراهن يا سيد مختار المزرع أول استفادة للجزير أنها تبعت الحركة من جديد الحركة لم تغيب عن المشهد الدولي عن الساحة الدولية وكان نفس جديد روحت ما كانها لسنوات تراجعت في بعض الحالات تقدمت في حالات أخرى لكن أنا أعيد السبب في ذلك إلى التغير الكبير الذي حدث في المستوى العالمي انتقال العالم من منطقة القطبية التنائية إلى الأحادية القطبية حتى لا أقول أمركة العالم ضف إلى ذلك فقر الحركة بالقيادات الكاريزماتية التي عرفتها في العصر الذهابي من نهره إلى تيتو إلى سوكارن إلى بومدين إلى عبد الناصر إلى كاسترو إلى آخر الجزائر أنا متأكد أنها سوف لن تمرر هذه الفرصة للعمل على بعض الحركة من جديد وجعلها عامل مؤثرا في الساحة الدولية والذي ألاحظه منذ مدة قصيرة هو عودة نشاط الدبلوماسية والسياسة الخارجية وهذا مؤشر إيجابي سأربط السؤال الذي سأتوجه إلى إبراهيم أبو لحيا بما انتهى به الدكتور مختار المزرق في هذه الاستفادة الجميلة يعني السيد أبراهيم أبو لحيا مع ظهور هذه وبوادر هذا التحرك وهذا الاستفاق ربما للدبلوماسية الجزائرية وهذا النشاط الجديد والدم الجديد في الدبلوماسية الجزائرية الحركة عدم الانحياز كما قال الدكتور مختار مزرق كانت لها ارتباط وعلاقة وطيدة بين ربما كارزمة الرؤساء في ذلك الدول كنهرو وتيتو وعبد الناصر وربما جمال وربما رئيس هواري بومدين اليوم رؤساء لماذا ربما عفوا كان لها علاقة وطيدة ولكن اليوم ابراهيم بولحيا الرؤساء لم يبقى لهم وجود هل ممكن ورئيس حاول أن نركز في هذه النقطة على رئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي كان في ذلك الوقت في سنة 1973 على الأقل في سبعينيات كان له دور فاعل في حركة عدم الحياز هل ممكن اليوم أن تلعب الجزائر ورئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجمهورية ذلك الدور أو ربما الدور أكثر في أتكلم دائما على حل حلة الأوضاع في الجنوب أكيد هذا مؤكد أنا أسمح لي إذا كان ممكن نرجع للشيء الذي يطرق له الأستاذ مختار ما الذي تستفيده الجزائر من حركة عبد العزيز أعتقد بأن يتستفيد الكثير الجزائر فاعل رسمي وكبير في المنظومة الدولية أحبابنا كرهنا حتى الذي لا يتفق هذا واقع أصبح واقع مجسد وواقع معمول به اثنين أن حركة عدم الحياز هي سند ودعم لترسيخ مكانة الجزائر واستعادتها لمكانتها الطبيعية في المنظومة الدولية وهذه نتيجة طبيعية لما تعهد به رئيس الجمهورية عند انتخابه وقال بالحرف الواحد مكانة الدولية للجزائر وسأستعيدها والآن هذا العهد وهذا الوعد يتجسد كل يوم كل يوم أمامنا وأمام الشعب الجزائر وأمام العالم وكل ثانين إذا كان نتكلم على القادة المؤسسون للحركة وما يتميزون كارزمة ومن قبول لدى شعوبهم أعتقد بأن الرئيس عبدالعز بتفلقة هو منهم وجزء وأساسي فجمال عبدالناصر أو أحمد زكارنو أو جلال النهرو أو جمال عبدالناصر أو هواري بمدين هم زملاء هذا الرئيس الذي يرأس الجزائر الآن والحركة إذا لجأت إلى الجزائر واختارت أن يكون المؤتمر السابع عشر في الجزائر فبالنظر إلى مكانة الجزائر في هذه الحركة ومكانة رئيس الجمهورية في هذه الفترة والاستفادة من خبرته وحنكته وتجريبته حتى تتمكن الحركة من إيجاد مكانة دولية لها ثنين استفيد الجزائر من تنشيط العمل الدبلوماسي كما أشار التور الدبلوماسي وإعادة بعثه من جديد الجزائر استفيد من هذا بارتكازها على مجموعة دولية تقدر بمئة وثلاثة وعشرين دولة تستطيع أن تتكلم باسمها وتستطيع أن تعمل من أجلها وتستطيع أن تساعد كما أشاف الدكتور تساعد بعض الشعوب التي لا زالت تحت النير الاستعمار من أجل استقلالها وتمكنها استقلالها الشعب الصحراوي ما زال تحت الاحتلال الشعب الفلسطيني ما زال تحت الاحتلال الفقر والأوبيئة والأمراض لا زالت تنتشر في هاتين القارتين القارة أسيا وقارة إفريقيا الإرهاب للآن فيه حرب دولية ضد الإرهاب الجريمة الإرهابية التي أصبحت تهدد العالم بهذه الجرائم الخطيرة جدا الجريمة المنظمة والعابرة للحدود الاتجار البشر كل هذه القضايا الهامة والقضايا التي تهدد شعوب في أمنها واستقرارها وخبزها هي من اختصاص واستطيع أن تلعب حركة عدم الحياز دور فاعل وأساسي فيه ولا أعتقد ستجد أكثر من الجزائر دراية ومعرفة وخبرة في هذه القضايا التي سبق للجزائر أن تصدت لها وأن قادت شعبها لانعتاق منه أو لقهره قهر الجريمة الإرهابية قهر المخدرات وما إلى ذلك هذه أنا نقول لك صراحة أنا تسمح لي أن نقول زي حاجة أخرى أنا نشوف شخصيا كمواطن جزائرية حركة عدم الحياز يجب أن يكون لها دور أساسي ومحوري بإعادة النظر في ميثاقها وإعادة النظر في مهامها والعمل على تلاحم أكثر بين هذه المجموعات من أجل قضايا أخرى هامة وهمة جدا إصلاح منظمة الممتحدة هذه المنظمة التي يتمتع فيها بعض بحق الفيتو على حساب مجموعة فيها 123 دولة فيها الكثير من القضايا التي يمكن للحركة أن تساعد هذه الشعوب في الإنعي تاق منها سيد إبراهيم بولح يعني زملائي في قسم الأخبار يشيرون بأن هناك فاصل إخباري نعود مشاهدين الكرام فاصل إخباري ونعود إلى النقاش عودة مجددة مشاهدين الكرام لمواصلة ومتابعة النقاش حول موضوع الحصة اليوم عدم الانحياز أي مصلحة للجزائر الدكتور سعيد عياشي لو نذهب مباشرة إلى القرارات أو طبيعة عمل الحركة حركة عدم الحياز ليس لها ذلك الطبع الإلزامي في قراراتها ليس لها ذلك الطبع الإلزامي في قراراتها من ناحية الدول أو من ناحية حتى المنظمات الأخرى كالمجلس الأمن ربما كالاتحاد الإفريقي ربما كالاتحاد الأوروبي كيف تستطيع بهذه الطريقة وبهذا الآليات في العمل بطريقة عمل غير ملزمة كيف تستطيع أن تساعد حركة عدم الإنحياز تساعد أن تساعد حركات التحرر اليوم القضية الفلسطينية والقضية الصحراوية أنا أعتقد لرجوع الحركة إلى الساحة السياسية الدولية ليس صدفة ولكن هي عرضا على إلزامية الوضع الدولي لتغير العلاقات الدولية في حداتها ولكن حتى بعد عولمة الاقتصاد وأمور من هذا الشبه وشهدنا في السنوات الأخيرة كيف ما يسمى بهيمانة الغرب دخلت على بعض الدول حتى بدون قرارات من الأمم المتحدة يعني خارج الشرعية الدولية نعم واليوم الخوف ونظن الأساتداء هما أدرى مني انزلاق القانون الدولي انزلاق القانون الدولي فلربما خدوة يسمح للتعديات على بعض من الدول وهذه نظن أمامها جلت من الدول التي كانت تصنف كدول العالم الثالث وبالتالي على هذه الدول يحافظ على ما كسبت الحركة منذ إنشائها بما فيها تقرير المصير والسيادة الوطنية واستقلالية القرار واليوم كذلك أمام هيمنة هذا المعسكر اللي يبقى وحده في الساحة الدولية وبالتالي إذا كان القرارات على الحركة ليس إلزامية بدونه لما نفعتها مشتركة وفي الحقول الديبروماسية وفي الحقول في المحافل السياسية وفي جمعية الأمم قادرين يوحد الموقف انتحم وهو قادر يوزن في القرار النهائي وكما تفضل الأستاذ إبراهيم كان ذلك المشروع متروح منذ سنوات في تغيير منظومة الأمم المتحدة لسيما على مستوى المجلس الأمن وحق الفيتو وبالتالي نظن ممكن الحركة توزن غدوة لما تكون موحدة في القرارات هذه وتصبح ما يقررهم بنتهم عنده فعالية في المجدان نعم تفضل سيبراهيم ننظم حركة الأمم المحياس تمثل ثلثي دول العالم اثنين إذا الحركة تحب تكون دور عندها دور أساسي توفيد به المجتمع التحو وتوز به العالم كامل يجب أن تعمل من أن تكون كتلة واحدة متضامنة و منسجما بعض ذي البعض لتشكل ضغطا على الفاعلين أو على الأقطاب هذه على القطب الأحادي الموجود حاليا لا تستطيع هذه الحركة أن تؤدي هذا الدور إلا إذا أدخل التطوئ وإصلاح على منظومتها وجعلها أكثر براغماتية وأكثر إنسجام وأكثر تنسيق فيما بينها بعد عند ذلك فقط ستشكل قوة يحسب لها حسابها وتفرض إرادتها نعم الدكتور مختار مزرق يعني بظهور الحركة في نهاية السينيات إلى اليوم يعني كما قلت أنت مرت بمراحل المرحلة الذهبية في سنة السبعينيات وبعدها الحركة أفلت أو اندثرت أو ربما تلاشت عن دورها في الساحة الدولية اليوم تعود ربما بطريقة أخرى اليوم ولكن في ظل أوضاع دولية ربما متغيرة جدا ظهور تكتولات دولية لها وزنها لها ثقلها لها حجمها لها تأثيرها كذلك في الساحة الدولية بالرغم أن الحركة تضم في 123 دولة يعني عدد رهيب أو ربما عدد كبير يستطيع أن يلعب دور في الساحة الدولية كيف تستطيع الحركة أن تلعب دورها وأن تستطيع أن تؤثر وتساهم في توسير في توجيه مسارات الأحداث والقضايا الدولية في ظل هذه التكتولات الإقليمية والتكتولات الدولية الجديدة التي أصبحت اليوم فعلا لها دور فاعل كالاتحاد الأوروبي كربما الاتحاد الإفريقي كذلك في القارة الإفريقية ربما في القارة الأسيوية كيف تستطيع الحركة في ظل هذه التكتولات الجديدة أن تساهم أو تلعب دورها لما نطبح يجب التنبيه والتذكير بأن حركة النحياز ليست تكتول وليست منظمة نعم فهي حركة حركة ضمت منذ بدايتها شعوب مختلفة حضرات مختلفة ديانات مختلفة عراق مختلفة لكن هذه الشعوب على تنوعها كانت لها قواسم مشتركة كلها كانت تتطلع للحرية لإعطاء من الاستعمار والمطالبة بحقها في الوجود في عالم تلك الفترة وهذه الحركة قامت على مبادئ وهي معروفة حددت جزء منها حدد في مؤتمر بوندونغ والجزء الآخر تحدد في مؤتمر بيلغراد لهذه الحركة أهداف منها من هو قصير المدى ومتوسط المدى ومنها بعيد المدى الحركة حتما أنها حققت جزء من أهدافها وحتما أنها احترمت جزء من مبادئها لكن اليوم الحركة مطالبة بإعادة النظر في بعض المبادئ ومطالبة أيضا بإعادة النظر في بعض الأهداف أن العالم تغير عالم اليوم يتميز بغطر أصل الغرب نعم لم يعود هناك هامش للحركة للمناورة وهنا أفتح قوس الكثير يسيء فهم معنى عدم الحياز عدم الحياز لا يعني الوقوف في وسط الطريق بين كتلتين عدم الحياز يعني عدم الحياز للمواقف الخاطئة والوقوف إلى جانب العادلة القضايا العادلة المواقف الصحيحة والموقف الصحيح الإيجابي قد يصدر عن الكتلة ألف كتلة الغربية في حالات معينة ألم يساعد كينيدي الطورة الجزائرية نعم يعني عدم الحياز الدكتور ألم يتدخل الاتحاد السوفيتي في أفغانستان وهي من الدول المؤسسة للحركة أيضا فلسفة حركة العدم الحياز هو الدفاع عن مصالح الشعوب المقهورة المهمشة اليوم هذه الحركة لتستمر لتستمر وتزيد من نشاطها مطالبة بتجديد روحها بإعادة النظر في ألياتها وهي قوة معنوية والإستمادية تفضلت وترحت السؤال لماذا قرارات الحركة غير ملزمة لا يمكن لها أن تكون ملزمة طالما هي حركة معنوية قوة معنوية لكن هذه الحركة تلعب دورا مهما في مستويات معينة كالجمعية العامة المتحدة كمجلس الأمن من خلال بعض مدولات ننسى إلى جانب الخمسة الدائمين يوجد عشر أعضاء آخرين يمثلون مختلف القارات حسب المقاييس معينة إلى آخره الحركة يمكن لها أن تلعب هذا الدور الذي يبدو معنوي لكن حصيرته حسب ما شاهدناه خلال مرور أربع وقود تقريب أنه انتصار مادي ملموس الشعوب التي كانت مستعمرة استقلت بفضل سياسة الحركة وضغطها على الكتلة الغربية والقوى الاستعمارية الحركة الآن مطالبة بإعادة ترتيب الأولويات الذي يواجه العالم اليوم هو الفقر وهو التسعت بين أغنياء العالم وفقرائه هي البيئة مشاكل البيئة هي الجريمة المنظمة العابرة للقارات العابرة للقارات هي الإرهاب هي الجماعات المتطرفة نعم يجب على الحركة أن تدرج هذا كل هذه الأمور ضمن نظرتها المستقبلية وأعمل أن تستغل الحركة وبدور من الجزائر التي عودتنا على مواقف المتميزة أن تدرك كل هذه الأمور وتنبه إليها وتضعها في برامج المستقبلية وشكرا فضل أستاذ عمدي تعليق أنا بصراحة أنا نوافق على الطرح اللي ذهب لها دكتور لكن أنا أحب نسئل سؤال هل ما قامت عليه أو من أجله حركة العدم الحياة قد تحقق أشكو لأن إذا أشكو أشكو أنا أشكو أشكو الحياة ويأ أشكو نحن نحن لش الحاجة إلى هذه ومحركة في حاجة إلى بعض سياسي ومحركة ومحركة مؤتمر يحط 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 لا نحن لا طبعا أشكو محركة 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 عملية. وهذا ملايين يجب أن يكون بحركة وأنه هو تنظيم والأعظام الدولي نحن يجمع من الشراء وشريد. المنظمة يريدون هناك تضام فيما بينهم تجمع آآ آآ هذا هو هذية المنظمة. نعم. وإلا آآ 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 لن تستطيع استعمال. مستجل الدكتور يوسف او ساذ العلوب السياسية بجامعة باتنا فيما يخص الضوء المتناول. يعني الذي نناقشه بسوديوه دور حركة الانحياز أو أي مصلحة للجزائر في عودة حركة الانحياز. يقول أنه لقد تشكل أو لقد شكل الموقف الروسي والصيني من الأزمة بداية حقيقية لما يشبه حرب باردة جديدة بين الشرق والغرب ثم كرست أزمة القرم هذه الفرضية فما كان على الدول غير المنتمية للطرفين إلا التفكير في إحياء الطرف الثالث وهو حركة عدم الانحياز التي اختفت باختفاء القطبية أتنائية وبعودة هذه الحركة يعود الدور المحوري للجزائر فيها في هذا الظرف وهي الدور المحوري للجزائر فيها في ظرفين هي أحوج ما تكون إلى أكثر من تكتل إقليمي يعضد مساعيها لتجاوز المأزق الأمني في منطقة الساحل من خلال الضغط والتفاوض وحتى المساومة مع القوى الكبرى التي تقف بطريقة أو بأخرى وراء ما يحدث في المنطقة الدكتور سعيد عياشي يقول بأن دكتور يوسف بن يزة بأن الدول القوى الكبرى تقف بطريقة أو بأخرى وراء ما يحدث في منطقة الساحل وفي جوار الجزائر كيف في نفس الإطار في نفس الفكرة هل حركة عدم الحياز القدرة على فرض ربما منطقها على القوى الكبرى لربما إجبارها على التراجع لما تحدث وتقوم به في دول الجوار اليوم يبدو لي شيء اللي جابيه دكتور بن يزة هو مجيب جدا ولكن أنا رجعوا لمواقف الجزائر فيما يخص كل الأزمات اللي عرفناها في المنطقة أخيرا كل المواقف الجزائر ديبروماسيين كانت في الصواب فيما يخص ليبيا فيما يخص سوريا فيما يخص الساحل فيما يخص التدخل الفرنسي في المالي هذا كل حفاظا على لازم ديبروماسية اللي تلعب الدور الأول وتاني حفاظا على السيادة الوطنية وبالتالي البحث على الحلول بالقوة هي تدي إلى الحالات اللي عرفناها اليوم في ليبيا اللي ما بقت دولة أو في المالي اللي ما لقاوش اللي لازم يرجعوا لتقرب الجزائري فيما يخص حل المشكل الشمال المالي ولكن يخلق أزمة على حدود كل الدول وهذا لو كانت تحافظ في اعتقادي حركة الدول العدم للحياز على بعض البنود من ميتاقها تاعة بندوق وبالقراد ولكن كما تفضل الدكتور مختار تزيد تسطر أهداف لليوم تتأقلم مع الحقيقة الدولية وما ننسوش يا جماعة دور المال أو العولة ماليوم لفقرة الصعوب وخلتنا أمام مشكل لغدوة القاعدة الحركة بدون شك في اعتقادي هو أن داخل الحركة فيها دول اللي ما بقاوش عن الحياز اللي هما تبعين بعد من الدول وبالتالي لازم الحركة تبقى منسجمة وانا شاطر رئيس إبراهيم كيقول لازم تراجماتية لازم تكونوا يعرفوا شوما الأهداف وكيف يحقوا هالأهداف عبر بلاك الوزن وزن التصويت في الأمم المتحدة أو في كل تكتلات الجهوية لغدوة قادرة تحافظ هذه الدول من تعديات وتحديات لتوجهها نعم دكتور مختار مزرق يعني لو أعطيك فاصل من أحد خطابات رئيس الجمهورية سنعب العزيز بوتفليقة في الموجهة لحركة عدم الحياز يقول أن الحركة لم تفقد هذه الرسالة أو رسالة الحركة لم تفقد شيئا لا من صلاحيتها ولا من حيويتها وذلك ما يجعل حركة عدم الانحياز تمثل بالنسبة لشعوبنا ومشارية جمعاء أفقا مفتوحا على الأمل وتشجيعا على المضي قدما في كفاحنا من أجل بلوغ أهداف حركة عدم الانحياز فالحركة ليست فلسفة ظرفية مربوطة وجودها بحقبة الحرب الباردة ومتوقفة وجاهتها على الوقوف على نفس المسافة من المعسكرين المتناوئين لا يمكن الاستمرار في تهميش الحركة بلدان الحركة عدم الانحياز وإقصائهم دوار اتخاذ القرارات التي تتحكم في سياسة الاقتصاد العالم هذا هو المأمول سيد الدكتور مختار مزرق وهذه النظرة ربما وهذه الفلسفة التي تنظر إليها الجزائر لحركة عدم الانحياز فعلا فلسفة حركة عدم الانحياز ليست ضرفية ويخطي من يعتقد أن حركة عدم الانحياز هي وليدة الحرب الباردة يجاءت في ضل الحرب الباردة تزامنت والحرب الباردة لكن فلسفتها وأهدافها ومبادئها ليست مرهونة بالحرب الباردة فلسفتها يجب أن تتجاوب ومعطيات العصر وقول الرئيس ومضمون تصريحه سليم إلى حد بعيد إذا اعتقدنا بأن حركة عدم الانحياز انتهت مهمتها بانتهاء القطبية التنائية نجح في حق تاريخ ونجح في حق تطلع الشعوب مثل ما تفضل الأستاذ إبراهيم هناك مهام كبيرة ما زالت انتظر حركة عدم الانحياز في مختلف المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي في المجال التنمية خروج من الفقر البيئة مهام كثيرة الفقر أخطر من الاستعمار المطلوب الآن على قادة الحركة قادة الحركة الجدد أن يكيفوا الحركة وآلياتها مع هذا الوضع وأنا تقديري لو تتوفر الإرادات ويتوفر الإدراك المطلوب حتما يمكن للحركة أن تنبعت من جديد نعم وندوة الجزائر هي فرصة أخرى نعم أتمنى أن لا نضيعها نعم دكتور أستاذ إبراهيم بأبو لحيا يعني ثم تمن يقول بأن الجزائر اليوم بتحدياتها في الجنوب بربما الريهانات الصعبة والإنفلات الأمن الخطيرة والإنزلاق الأمن الخطيرة في دول الجوار يعني توجهها ربما لحركة عدم الحياز فيه نوع من تضيع للوقت وتضيع للجهد يقولون بأنه كان من المفروض أن تذهب مباشرة إلى وتحاول أن تكون قوة طرح وتحاول أن تكون قوة تأثير في المنظمات وفي التكتولات التي تستطيع أن تقدم إضافة وتستطيع أن تعطي حلولا ربما لما نعانيه في الجنوب بغض النظر ربما ذهب إلى حركة عدم الحياز التي قد لا تأتي لنا بالفائدة أو ربما لا تحقق لنا الأولويات اليوم أولويات اليوم في الجزائر هي حل ربما الأزمات في الدول الجوار ما رأيك في هذا الطرح سيد أبراهيم بول أحيا شكراً يبدو بأن التاريخ كتب على الجزائر وكتب على الجزائر أو على التولى الجزائرية أو على المجتمع الجزائري أن يكون شعب تحديات الله غالب هذا التاريخ كتب علينا هذا المهمة التي نحن نعيشها أنا أقول لك صراحة الجزائر لها مكانتها في العالم حركة عدم الحياز أضيف وأقول بأنها حركة مهمة ومهما جداً واجب أن تعمل من أجل تطوير مبادئها كيف نفسها مع المؤسسات سيد أبراهيم بلحيا بقية لهم من الوقت خمس دقائق والجزائر لا تستطيع أن تفرض إرادتها أو سياستها ما لم تكن مدعومة بمجموعة من الدول أو مجموعة من مجموعة سياسية ومجموعة الدول وراءها تنهج نهجها عند ذلك فقط ولا تستطيع أي دولة في العالم أن تفرض نفسها لا في الأمم المتحدة ولا في غيرها ما لم تكن لديها داعمين في هذا المسار حتى الولايات المتحدة الأمريكية عندما لا تستطيع أن تفرض نفسها على منظمة المتحدة إذا لم يكن لها دعم من الاتحاد الأوروبي ودعم من الدول الأخرى ولذا الجزائر في حاجة إلى حركة عدم الحياس كما أن حركة عدم الحياس في حاجة مسة إلى خبرة ومكانة وقوة الجزائر وشعبها خاصة في ظل وجود رئيس كان من المؤسسات إذا تسمح لي فقط هو بختصار شديد أعتقد بأن أمامي الآن المؤتمرات التي عقدت في هذا الانتاع وكل مؤتمر كان تحت عنوان تحت عنوان وكم دولة حضرت في هذه العنوان ونستطيع أن نتكلم عن الكثير عن هذه الحركة لأن كل ما زاد العدد تحها وكل ما تقاربت كل ما زاد تأثيرها وكل ما زاد تأثيرها وكل ما تلاحمت وتوحدت في أهدافها ورسمت لنفسها خريطا وطريقة واضحة المعالم كل ما فرطت نفسها في دولة العالم وأنا أدعو كل دول عدم الانحياز هذه آخر التدخل أنا أقول بأن معركتنا لو نتركوها إلى الأخير معركتنا كدول عدم الانحياز إصلاح منظمة الأمم المتحدة نعم دكتور سعد عياشي أنت يعني حتى نختم هذا النقاس كرئيس للجنة الوطنية لتضامن مع شعب صحراوي ماذا يطلب اليوم خاصة الشعبين السحراوي والفلسطيني ماذا يطلب اليوم من الحركة ربما كصوت أنت كصوت من هذه الشعوب المحتلة والمقهورة والمتحدة تحت نير الاستعمار المغربي والاستعمار والاحتلال والكيان الصهيوني ماذا يقولون هذا الشعب وماذا يصرخون وماذا ينادون بالنسبة للحركة باختصار شديد باختصار شديد نطلب نطلب كانسر الوقوف مع القضايا العادلة عبر العالم وهذا كان في روح للحركة وكذلك تمسك بهذا المبدأ الأساسي التاريخي لتقرير المواصير للشعوب المستعمرة والتي طلعت به الحركة ضمن الأمم المتحدة باللائحة تتبيق هذا المبدأ فعال في الميدان فيما يخص الشعب الصحراوي والشعب الفلسطيني نعم دكتور مختار المزرق نحن في ناية النقاش يمكن أن تعطينا كلمة أخيرة كلمة أخيرة المأمول ربما سؤال التي تأمل أن يكون في الأخير المأمول من الحركة أن تجدد نفسها لرفع التحديات التي تنتظرها وهي كثيرة وأن لا تضيع فرصة نعقاد لقاء الجزائر وشكرا نعم سيد إبراهيم بولحيا سأعطيك فرصة تانية كذلك لتكون كلمة أخيرة أنا أقول لك الحركة حركة من الحياز في حاجة إلى أن يكون لها وجود فاعل في صناعة القرار في المنظمة الدولية لا يمكن أن يكون لها هذا القرار أو يكون لها هذه المكانة إلا إذا عملت كل أعضائها بثلوثي منظمة الأمم التحدة إلى فرض تغيير المنظومة التي تحكم الأمم التحدة ما الفائدة ولستو أدري كيف يقتنع أي واحد بأن أمريكا ستتمتع بحق الفيتو وحدها وثلوثي العالم لا يتمتعون بحق الفيتو وكيف لفرنسا أن تتمتع بحق الفيتو وثلوثي العالم لا يتمتع بحق الفيتو إذن يجب إعادة النظر في منظومة وإصلاح منظمة الأمم التحدة ونخدم لأن الزميلي وصديقي العيش هو رئيس اللجنة الوطنية لدعم شعب سحراوي نعم نقول باختصار شديد عيب عيب على جعوب العالم في هذا العالم في هذا الوقت أن يبقى سنة 2014 سنة 2014 شعب صغير تحت نير الاستعمار تحت نير الاحتلال وإرادته مصادرة شكرا لك السيد إبراهيم بولحيا رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأمة شكرا لك الدكتور سعد عياشي رئيس لجنة الوطنية للتضامن مع الشعب السحراوي الدكتور مختار مزرق السيد العلوم السياسية والعلاقات الدولية شكرا جزيلا لك على هذا النقاش مشاهدين الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذا النقاش وكالعادة متبعة طيبة مع برامج قناة النهار على المحبة نفترق وعلى المحبة نلتقي سلام